شاهدنا الكرام أهلا بكم في فقرة ضيف اليوم وضيفنا الأستاذ المساوي العجلوي الخبير في الشؤون العربية والإفريقية نناقش معه الأحداث العنيفة التي شهدتها أوروبا في الأشهر الأخيرة أهلا بك معنا أهلا وسلم إذن أستاذ يبدو أن أوروبا طبعا شهدت عمليات إرهابية من جهة كذلك عمليات عدوانية في أحيان أخرى إلى ماذا يعزى هذا الأمر؟ يؤزى إلى مرحلة جديدة نحن أمام مرحلة جديدة في استقرار العنف في اليوم الأوروبي لاحظنا كيف أن الأمر بدأ منذ سنوات في مدريد وفي لوندغ ثم انتقل إلى فرنسا ثم انتقل إلى الدنمارك ثم إلى النرويج الآن في ألمانيا وفرنسا بالخصوص هذه الأشياء كلها تثبت أن العنف أصبح ظاهرة هل نحن أمام تمظور جديد للعنف وأيضا لعلاقات بين مكونات المجتمع نحن ربما في ألمانيا هناك الحديث عن مهاجرين أو عن لاجئين جاءوا من المشرق ولكن أيضا بالخصوص في فرنسا هناك الأمر يتعلق بأجيال من أبناء المهاجرين الذين أصبحوا مواطنين الفرنسيين الجيل الثالث والرابع فهو بالإشكال أوروبي إشكال أوروبي أوروبي لكن الجميع الآن مقتنع أن التطرف ينبت في التصدعات التصدعات قد تكون إثنية قد تكون اجتماعية كما والحال في بعض الدول الأوروبية قد تكون أيضا نوع من التعبير عن رفض ذلك المجتمع قيم المجتمع نلاحظ مثلا كيف ما وقع اليوم في فرنسا منذ بحي ذلك القص المسكين بشكل همجي هذه الأشياء كلها هي تعبيره وانتقال لجغرافية العنف من المشرق إلى غرب أوروبا تنظيم الدولة وغير تنظيم الدولة يحاول الآن الاستقرار في اليوم الأوروبي انطلاقا من عمليات وانطلاقا أيضا من البحث عن ضحايا هؤلاء الناس قبل أن يكونهم ضحايا قبل أن يكونوا مجرمين يعني هل نلسق بالتطرف الإسلامي والإسلام طبعا بريء من كل هذه الأعمال كل ما يحدث الآن في أوروبا أم هو نتيجة مشاكل اجتماعية أوروبية بامتيس دائما البحث عن الأسباب يجب أن تكون أسباب مشتركة أسباب متعددة ليس لا يمكن أن نفسر أي ظاهرة بسبب وحيد أو واحد ما وقع في أوروبا وأن هناك نوع من التصدعات داخل المجتمعات الأوروبية هذه التصدعات تختلف من بلد إلى بلد بين ألمانيا وبلجيكا وفرنسا والدول السكندنافية ثم هناك ما يقع في المشرق لاحظنا كيف ظاهرة اللاجئين لماذا انطلقت ظاهرة اللاجئين إلى أوروبا لأن بالنسبة لتركيا تدمرت من الموقف العالمي وفتحت حدودها لهؤلاء اللاجئين لينتقلوا إلى أوروبا لاحظنا كيف انعكس ذلك على الوضع في أوروبا البعض رفض ما يسمى بفضاء شنجن عادوا إلى الحدود الأولى عادت خطاب القوميات الذي برز في القرن الثامن عشر والتاسع عشر بدأ الحديث أو خطاب اليمين الذي يحيل إلى الأنا والدات لكل دولة لم تعد أوروبا ذلك الأمن الذي يهدف إلى خلق فضاء مشترك للقيم ولجميع الشعوب بما فيها الشعوب الأوروبية وغير الأوروبية أصبحت أوروبا ذلك الفضاء الذي ينجز أو يحتضن مظاهر متناقضة ومن مظاهر المتناقضة هو هذا العنف بين طبقات المجتمعات الأوروبية هل ما يقع في الشرق الأوسط وأوروبا والأوروبيون مسؤولون طبعا عما يقع هل يدفعون الآن ضريبة ما فعلوه؟ بالتأكيد أعود بك سيدتي إلى 2003 عندما تم الهجوم على العراق وقع شيء مريع في الخريطة العالم العربي انكسر التوازن بين العالم السني والعالم الشيعي لاحظنا كيف تحول العراق من مجتمعين يجمع جميع الطوائف المسلمة وغير المسلمة إلى مجتمع تمدهوبات ديمقراطية العراق بنت على الانتخاب لأنك شيعي أو إزدي أو أنك سني أو أنك من مذهب آخر وكيف ازدهرت هذه الإثنيات بمعنى أن المجتمعات لم تستطع أن تصل إلى مستوى تدبيل هذه الاختلافات لأن تدبيل الاختلافات ليس بالأمر الهيين هو عقلية ديمقراطية العقلية الديمقراطية تطلب زمن طويل ثم وقع ما وقع ما يسمى بالرابيع العربي لأن هناك أطراف تبنت ما يسمى بالفوضى الخلقاء فمقع ما وقع المثال نموذج ليبي تم الهجوم على ليبيا من طرف الناطوت ولكن لم يجد نموذجا أو يساعد المجتمع الليبي إلى مستوى البحث عن حلول فكانت هجرات أصبحت ليبيا بابا للهجرات لإفريقيا جنود الصحراء نحو أوروبا وهي الأزمات التي شاهدناها مثلا في البحر المتوسط في اتجاه إيطاليا أيضا اللاجئون الذين انتقلوا إلى تركيا تركيا فيها أكثر من مليوني لاجئ البارحة نائب رئيس وزراء الأردن يقول ويتحدث في القمة العربية بأنه في الأردن مليون وربعمائة ألف لاجئ سوري دون أن نتحدث أيضا عن لبنان الذي يعادل عدد اللاجئين فيه تولد السكان هذه الأشياء تصوري أنه بين الفينة والأخرى أن تنبت عندك مدينة من مليون من الناس هناك الأمن هناك التغذية هناك الصحة هذه الأشياء تزعج وتؤثر على بنيات الدول المستقبلة ثم عندما لا تستطيع أن تتبنى هذه الحالة الجديدة يقع تضفق للاجئين وللأزمات نحو الدول المجاورة هكذا بدأت نحو تركيا ثم تركيا نحو اليونان ثم اليونان نحو شرق أوروبا إلى أن وصلت إلى رب أوروبا أن كل هؤلاء اللاجئين هم مشاريع إرهابيين طبعا هذا غير ممكن هناك حالات نفذ فيها لاجئون في ألمانيا هجمات لكن حالات أخرى هم مواطنون أوروبيون ونجحت هؤلاء اللاجئون نجحوا فيهم أطباء فيهم موانديسيين فيهم رجال موسيقى نجحوا ولكن هذا لا يعني أن ننعمهم الضائرة أبدا ولكن تنظيم الدولة كان من الدكاء بأنه سرب داخل هذه موجات اللاجئين سرب عدد من هؤلاء الجهاديين الذين إما أنهم أصبحوا خلايا للتابعة والاستقطاب أو أنهم أصبحوا وقود لعمليات كما جرى في عددين من الدول نعم وهناك عمليات يبدو أن المشكل كان نفسي يعني ما وقع في ألمانيا هل يرتبط كذلك هذا الأمر بالعنصرية هناك كما قلت منذ قليل أنه بعد هذه الدجرة والاختلال في بنيات المجتمع من حيات السكان ونوايات السكان بعض الناس الذين لم يروا أجنبيا في حياتهم بدأوا يلاحظون كيف هؤلاء الشباب يتصرفون وكان هناك انتقاذات كما وقع في رأسنا في ألمانيا هناك تصرفات غير عادية وأن هناك نوع من ارتداد وردود فعل فبالتالي هناك نوع من الآن إسلاموفيبيا الخوف من الإسلام وهناك نوع من الشعور لدى عدد من اللاجئين بل حتى من المواطنين الأوروبيين ذوي الأصول غير الأوروبية الذين أصبحوا يحملون همّا وضغطا كبير من لدن الإعلام من لدن تصرفات في الشارع نلاحظ نقرأ يوميا ما يقع لكل من له نقاب أو له شكل من أشكال يتيح يحيل إلى إثنيته أو إلى إسلامه هذه الأشياء تضغط اليوم ويضغط إلى حين أن أحدهم قد ينفجر بشكل أو بالآخر في رد فعل هذا ما وقع مثلا في ألمانيا في بداية هذه السنة في بداية هذه الأسبوع ثم الإشكال أيضا هو أن الطبقة السياسية بالخصوص في فرنسا غير قادرة لم تكن قادرة على استيعابة الأشياء إضافة إلا أن المنظومات الأمنية هي منظومات مختلة لا تحاول التنصيق فيما بينها كان هناك تقرير للبرلمان الفرنسي خرج بنتيجة واحدة وهو أنه إذا ما وقعت عمليات فلأن ليس هناك تنصيق على مصالح مستوى مصالح استخبارات وخرجت بتوصية أن الحكومة الفرنسية أن تسرع بإنشاء وكالة الاستخبارات التي تحاول أن تحد من ظاهرة أن يتحول فرد داخل المجتمع من مواطن عادي إلى مواطن مجرم أن تقع ذلك في المنبع وليس في المصالح رغم أن هناك كانت حالة طوارئ مفروضة في فرنسا وقع هجوم نيس ربما المشكل أكبر من المشكل الأمنية هل يمكن أن نتحدث إلى أزمة تعيشها المجتمعات الأوروبية؟ هذا أزمة تعيشها المجتمعات لأن عندما سمعنا الرئيس الفرنسي هولاند منذ أسبوع في حادثة واعتداء نيس تحدث عن الإرهاب الإسلامي هذا أثر على كثير من المسلمين في فرنسا كيف أن الرئيس الفرنسي فلتت منه هذه الكلمة؟ رئيس الوزراء ولو أن وزير الداخلية كان متحفظاً في كان أكثر لأن وزير الداخلية يعرف الأشياء هذا يبني أن فرنسا الطبقة السياسية فرنسا عاجزة عن استيعاب ظاهرة الإرهاب وتعتقد أنه بالمقاربة الأمنية وبتهجير ونزع الجنسية يمكن أن تحدى من هذه الضائرة في حين أن الإشكال ليس هوداء الإشكال كما قلت منذ قليل البحث عنه في المصب أن المواطن أن تحافظ على هذا المواطن الذي هو في نهاية مطاف ضحية أن لا يتحول إلى قنبلة موقوطة أن لا يفرش ذن نفسه أن لا يقتل الناس الآن العنف وهو الشيء الجديد في هذه الحرب من أنكم سميها الحرب العالمية الثالثة وهو أن العنف أصبح بأبسط الوسائل بسيارة بحافلة حتى المختلون عقلياً يعني بدأوا ينفذونها هذه أشياء العنف لاحظة مثل الآن في اليابان اليوم ما يقع في اليابان ما يقع في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأشياء كلها تبرز أن هناك إشكالات داخل المجتمعات والمجتمع الفرنسي معني بالأمر أكثر من المجتمعات الأخرى فيما يخص اندماج هؤلاء المهمشون ليس فقط الذين هم أصول عربية ومسلمة بل المهمشون أيضاً حتى داخل المجتمع الفرنسي كيف اندم عدد من أبناء العائلات الفرنسية الذي اسمه بول أو جيل أو اسم آخر كيف أنه أراد أن يسافر وأن يلتحق بجبهة النصرة أو بتنظيم الدولة رغم أنه لا والده ولا علاقة بالإسلام أو بالعرب ولكنه نظر هناك تأثر لأنه المعادلة الآن بقدر ما تسحق الدول والمجتمعات هذه العناصر داخل المجتمعات الأوروبية بقدر ما تقدم تنظيم الدولة وجبهة النصرة وكل التنظيمات المتطرفة تقدم له هوية واسم ووجه ولذلك تقدم له ما هو مفقود عند الغرب على الغرب أن يقدم لهؤلاء الشباب برقم وهوية واسم وانتماء بمعنى الاندماج هذه مسائل ليست لا بسلاح أو بأجهزة أمنية أو مخابرتية هي بالمقاربات المتعددة للمداخن بالتنمية البشرية بالعناية بهؤلاء السكان مثلا في سبتة ونحن نتحدث أيضا عن دواعش المغرب الذين ينتقلون أو يسافرون إلى المشرق يمرون بالخصوص عبر سبتة ومليلية لأن في سبتة ومليلية كذلك هناك أحياء لا تشبه الأحياء في أوروبا ندخل إلى البنيلية أو السبتة الأحياء التي يعيش فيها المغاربة والمسلمين هي أحياء جد هامشة وهامشية لا تتمتع بالحقوق اليومية من أشياء قليلة جدا وتعتقد كأنها قطوهات فقط أنشئت للضغط هؤلاء المرفوضين في هذه الأحياء فما يقع هي ردود فعل نحو المجتمع تنظيم الدولة يقدم لهم واجهة هم يتشبتون بهذه الواجهة وعلى الحكومات أن تلعب دور كبير المغرب يا سيدتي كان يرأس مع هولندا لجنة المقاتلين الأجانب وكان هناك اجتماع في دجامبر 2014 في مراكوش وأصدروا تسعة عشرات توصية ومن هذه التوصيات أن مواجهة التحاق هؤلاء الشباب بالتنظيمة الجهادية ليس بالاعتقال أو بمنعه من الاعتقال بل هناك مقاربات متعددة يمكن أن توظف حتى لا ينتقل هؤلاء الشباب طيب داعش الآن تغلغل وقوية وأصبح يسارع في كل عملية إلى تبنيها هل يعني داعش الآن يستهدف أوروبا لماذا هذه القارب يا سيدتي هي رسالة الآن الجميع يتحدث عن استعادة الموصل الجميع يتحدث عن استعادة الرقة كأننا كاجتماع منذ يومين في واشنطن لوزراء الدفاع التحالف من أجل القيام بعمليات برية ما يقع في بغداد ما يقع في دمشق ما يقع في سيناء ما يقع في عدد في اليمن في أوروبا الغربية الآن هي الرسالة التي توجهها تنظيمات الدولة الإسلامية بمعنى لو انقرضت تنظيم الدولة من الموصل أو الرقة فالسيناريو المقبل هو ما يقع الآن في أوروبا الغربية بمعنى العنف سينتقل إلى جميع بقاء العالم هو تهديد من تنظيم الدولة ربما قد تحاولون استعادة الموصل والرقة قد تقدون على ما يسمى بالخلافة الإسلامية ولكنها ستتطور وستتحول إلى خلايا نائمة أفراد كما وقع في نيس كما وقع في برلين هؤلاء الناس مثلا في نيس حتى تعرفين الأشكال كيف يوقع قال بأنه وقع تطرفه بسرعة كبيرة وسمعنا فيه بعد أن الرجل كانت له اتصالات منذ سنة ما وقع اليوم أيضا في رون قيل بأن هذا الرجل كان له اتصال وأراد المسافر ووضعه النوع من المراقبة الإلكترونية في رجله حتى لا يقوم بأي عملية فقام بما هو أكثر من سفره إلى سوريا فإذا السؤال ليس مطروح على المواجهة الأمنية والعسكرية السؤال مطروح على الدول كل الدول هل أوروبا تعيش الآن حربا جديدة؟ هي حرب جديدة هي حرب جديدة يعني تصور الخوف والرعب الذي يمكن أن يواجه كل مواطن أوروبي في كل الدول الأوروبية أنت في شارع أو في زقاق أو في مقهى أو في مطعم وتتصور أنه يمكن أن ينفجر هذا المطعم وهناك مسلمون طبعا وأجانب وهي أكثر من نصف دحايا في نيسهم مسلمون شكرا الأول الدحايا هم المسلمون ولا يجب أن يعرف الجميع بأن هؤلاء لا يستثنون أي أحد كنت مسلما أو غير مسلم شكرا لك الدكتورة المساوي العجلوي الخبير في الشؤون العربية والإفريقية